شوف إحنا الكارزمة اللي عندنا يا أخي مو تقلي رئيسة والزراء مدريات دولة أوروبية مايعة لابسة الهنانة ها؟ الجسمها أبيض قطن ها؟ شعرها يخبل وجهها يموت شنه هاي عاع؟ يباع الشخصية باع الكارزمة باوع باوع بس باوع هيبة 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 شوف صدق نسوان والله صدق نسوان ايه والله لا رئيسة وزراء استرالي مدري من شمع وحدتهم مايعة باوع 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 هاي سوت صفقة ويا الشيطان وما صارت حلوة المهم مو شغلي طبعا طبعا طببوني بس والف مو شغلي هتا لا يقولون تتنمر عليها تمام؟ مع العلم انه هي يومية تتنمر على العالم بس انا ما احكي مو نعفونا هسا من الحاجة هذا خلنحكي بالسياسة شبي يوم؟ هنانا اليوم حنان الفتلاوي صاحبة نظرية سبعة في سبعة والكع كما المقاولات تقول تمدح الشيخ قيس الخزعلي وتقول انه شهر محرم ما يجوز به القتال وحنا وياتش احنا اول ناس يوميا صيح ما يجوز القتال لكن انت انت صيحين مثل ما يموتون سبعة شيعة لازم يموتون سبعة سنة يعني مصاصة دماء انتي مصاصة دم وهنانا شوف هاي العزيزة ش تقول مر البلد بفتنة وكفان الله شارق قرأتوها انتو كلكم مخلص الكلام تمام ده تهنانا تقصد المالكي تقول تبين من هو الذي تعامل كرجل هاي بنظرها بس المالكي رجال ما اعرف ليش للامانة يعني ما اعرف ليش ما تكتب شي اذا ما تقول ترى تلمح ترى بس المالكي رجال ما على علم انه هو منبين عليه والله منبين عليه يعني تخيل انه حتى ذاك اليوم من قتله قتله انت اذا تصبغ شعرك البادي شي سوي له زين ما اعرف يعني ليش هي مقتنعة كلش انه المالكي بس هو رجال ما اعرف ليش المهم هم وشغلي هذني الاثنين اللي بزمنهم رح يكتب التاريخ انه بزمن هذولة كان العراقي مر باسوأ مرحلة من الفساد لانه هما اعترفوا هذولة مو احنا اللي نقول اعترفوا انه هما فازدين هاي قالت انه احنا تقاسمنا الكعكة واحنا اللي بقنا الدولة واحنا كيفنا بالسمسرة وكيفنا بتقاسم المقاولات وهاي كل النواب والمسؤولين والوزراء يشهدون انه هي مقاول ما الصفقات وتهديد وزراء ومسؤولين ومدرع عامين وهاي كلها تمام هذول الاثنين هسه قاعد يحكون عن الفتنة ويحكون عن هاي التفاصيل العراقيين اطلب من عدكم طلب كلمة تقولولها لهم ما لي علاقة مدح او ذم بس للامانة سووا هاشتاق وقلولهم الكلمة اللي تريدوها سووا لهم تاق وقلولهم الكلمة اللي تريدوها انتوا ياهم قاني اللي علي قيلت انهم شنو بس انتوا ياهم بعد موسيقى موسيقى